نعم نعم وأذكر كثير من الذين كان هناك ذكر جانب التيار الصدري رفع دعوة للمحكمة الاتحادية لإلغاء البرلمان ذات الذكر بس المحكمة ردت وقالت هذا ليس من اختصاصي إذن هي اختصاصاتها معروفة ولذلك اليوم السيد الحلبوسي استند على هذه الجزئية بأن يكون هناك عدولا أو تكون هناك خلال الساعات القليلة نترقب ما الذي سيحصل أنا أعتقد اليوم الأجواء يجب أن تكون مهيئة محتاجين أننا بصراحة إلى أن تكون هناك رجالات دولة محتاجين إلى أن ننهض بالعراق لا أن نرجع للوراء دفعنا عشرين سنة الضرائب والأثمان من الإرهاب وداعش وهذه الأجيال للإرهاب لكن وصلنا لهذه المرحلة ما ممكن الرجوع للوراء يجب أن تكون عقلانية وحنكة وحكمة في تقدير الأخطار ويجب أن تكون هناك سياسة حقيقية خلال الفترة القليلة القادمة المحكمة محترمة قراراتها محترمة نحتاج اليوم إلى تعضيد القرارات التي من شأنها أن تفند إذا كانت هناك يعني حتى المشتكي اليوم من أراجعان الورقة المشتكي السيد ليث هو قدم قضية الاستقالة ويطعن بالاستقالة ولم يقدم أصلا في قضيته بإنهاء عضوية السيد الحلبوسي يعني لذلك هناك اشتباكات في الرؤية أنا أعتقد خلال الساعات القليلة القادمة يمكن أن نرى شيئا ملموسا يمكن أن يخفف من وطأة هذا الحدث وخصوصا نحن مقبلين على انتخابات ولد السيد الحلبوسي من المؤيدين الكثيرين وبالتالي نعتقد أن الانتخابات ستكون عن المحك خصوصا إذا ما علمنا أنه في كل انتخابات أكثر من 50 إلى 60 بالمئة هي فئة رمادية غير يعني غير ذاهبة للانتخابات التيار الصدري ناء بنفسه وقطع يعني لن يشارك في هذه الانتخابات ولذلك أي حدث طارق يحدث سواء من تقدم أو من أي جهة أخرى أنا أعتقد أن سوف لن تكون هناك شرعية لهذه الانتخابات خصوصا إنها يعني إذا تصل إلى 10 أو 15 نعم هي صحيح لن تكون شرعية للانتخابات وهل أيضا ربما لن تكون شرعية للحكومة أصبح الإطار التنسيقي في موقف محرج كما يراه البعض بسبب ما قام به ضد الحلبوسي وأن السمرارية الحكومة أصبحت على المحاك بسبب كثرة معارضيها كما أشرت وكذلك شرعية الانتخابات المقبلة هل أنت ما هذا الطر أكيد لذلك أنا أستاذ يعني إحنا يعني اتفقنا على أن تكون هناك عقلانية الاجتماعات لحد هذه اللحظة من ليلة أمس كان هناك اجتماعا يعني يعني يدركون بأنه المرحلة صعبة المرحلة خطرة ولذلك أنت تشوف أستاذ بأنه حينما خرج هذا القرار أول من استقبل السيد الحلبوسي السيد عمار الحكيم وقال بأنه يعني القضية هي سوف لن تنتهي ويمكن أن تكون مناحي أخرى وكذلك استقبل السيد السوداني استقبل الحلبوسي وكذلك الأمم المتحدة بلاس خارط ممثلة بالجينيين بلاس خارط استقبل إذن نعتقد أن العملية ليست بهذه السهولة ركن من أركان العملية السياسية البيت السني والذي يمثل السواد الأعظم من تقدم حينما يعني يعني يكون تكون هناك قضية بهذه الطريقة أنا أعتقد الكل يراقب الكل ينتظر الكل يعني يلاحظ بأنه يجب أن تكون هناك عقلانية في هذه الأمور خلال الساعات القليلة القادمة لأن أي توتر أي إزعاج في هذه الأمور أنا أعتقد يعني ستكون تبعاتها على المشهد السياسي الذي هو أصلا مؤزم والذي أصلا هي العملية السياسية كانت مريضة ونحتاج إحنا دائما جراح يمكن أن يعني يكون يجري عملية جراحية لهذه العملية لكن أن نذهب إلى المرض الآخر وأن تبقى هذه العملية في علاتها هذه مشكلة كبيرة تضاف للمشكلات وأعتقد أن بتقدير الآن الساعات القليلة القادمة ستفاجئنا بمفاجآت إن شاء الله ستكون طيبة ويمكن أن نلتمس من القضاء العراقي قضية مهمة تشرع بها القوانين ويمكن أن تكون هناك مخرجات حقيقية وإلا في العملية ذاهبة للمجاهد إن لم تكن هناك تقديرا لهذه الحالات الصعبة